يعمل الممرض خالد وأخصائي العلاج الطبيعي أسامى على تجهيز حقائب طبية تحوي مواد خاصة بتغيير الجروح وأجهزة تستخدم في إعادة تأهيل حركة المرضى بعد كسور تعرض لها استعدادا للذهاب حيث يتواجد المصابون بعد اكتمال التجهيزات سنبدأ جولة مع هذا الفريق الطبي في زيارته إلى بيوت مرضى ومصابين يواجهون صعوبة في الحركة والتوجه نحو المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية انتلق الفريق التابع لجمعية السلام الخيرية في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع حيث منزل مريضة السكر سهام يذهب الفريق إليها يوما بعد يوم لمداوات جرح في قدمها التي لا تستطيع المشي عليها أو حتى شراء أدويات لها على حسابها الخاص فشكل المنزل يصف تماما حالة الفقر التي تعانيها بيجوني بغيرولي بحطولي يعني من بخاخة أو إشي أنا يعني حكولي أجيب برهم أجيب علاجات ما بقدرش فهم يخلف عليهم الله يرضى عليهم بغيرولي ثلاث مرات في الأسبوع بحطولي بخاخة عليها بعطوني غيرات توجهنا مع الفريق لبيت آخر في منطقة جباليا شمال القطاع لتقديم نوع آخر من الخدمة الطبية المنزلية فهذا المشروع الذي بدأ قبل شهر من الآن يقدم أيضا دعما نفسيا لمصابي العدوان الأخير ويوفر مستلزمات طبية للجرحى منهم يقوم المشروع بتقديم العديد من الخدمات الطبية مثل جلسات المتابعة الطبية جلسات العلاج الطبيعي الجلسات التمرضية وجلسات الدعم النفسي بالإضافة أيضا نقوم بتوفير الأدوات المساعدة وبعض المستلزمات الطبية مثل الكراس والوقرات والعكاكيز والإضافة إلى توفير جميع أصناف الأدوية التي تحتاجها هذه الفئة ترعى مؤسسة أحباء غزة ماليزيا مشروع الخدمات الصحية المنزلية لمدة عام من الآن عبر فرقين طبيين يصلا للفئات المهمشة في مناطق غزة وشمال القطاعة الهدف من هذا المشروع هو إيصال الخدمات الطبية إلى المنازل خصوصا للفئات الهشة والمهمشة والغير قادرة على الوصول إلى المستشفيات والوصول إلى مراكز تقديم الرعاية الصحية بشكل كامل تساند هذه الفرق الطبية الجوال القطاع الصحي الحكومي في غزة والذي تغيب عنه قدرة الوصول للمرضى داخل بيوتهم لتقديم الرعاية المستمرة لهم بعيدا عاني المستشفيات نفي نسليم الغد غزة فلسطين